بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو استكمال لشرح بطاقات التعلم الذاتي لمبحث الفيزياء للصف 11 طبعا نذكر أننا قمنا بحل هذه البطاقات بدون شرح وعرضها في القناة باقي البطاقات ستجدوها في قوام التخغيل في قائمة الفيزياء الصف 11 علمي للفصل الأول أنا سوف أقدم محتوى تعليمي يرجى أن تشتركوا بالقناة ولنبدأ على بركة الله ضرب المتجهات هناك ضرب كمية عددية في كمية متجهة أو ضرب كمية متجهة في كمية متجهة طبعا لو كانت ضرب كمية عددية في كمية متجهة فهنا حلال أو حالتين إذا كانت الكمية العددية سالب في كمية متجهة يبقى ينتج عنها كمية متجهة لكن في عكس الاتجاه الأصلي لكن لو كان ضرب كمية عددية موجبة في كمية متجهة أيضا ينتج كمية متجهة لكن في نفس المتجه الأصلي بينما ضرب كميات متجهة في كمية متجهة الضرب القياسي أو ما يعرف بالنقاطي أو ما يعرف بالداخلي والضرب الاتجاهي التقاطعي أو ما يعرف بالضرب الخارجي هنا الضرب في تعريفه وحصل ضرب مقدار إحدى المتجهين في مركبة الآخر طبعا كيف تفهم من الصيغة الرياضية؟ انظروا الصيغة الرياضية هنا ضرب أو نقطة فـ A في B في كروسة C فهو عبارة عن حاصل ضرب A هو متجه في مركبة المتجهة الآخر وهي مركبة الأفقية B كوسين الثيدة وبالتالي هو كمية قياسية يعني ما ينتج عن ضرب القياسي هو كمية قياسية أما الضرب الاتجاهي التقاطع هو حاصل ضرب مقدار المتجهة الأول في مركبة المتجهة الثانية طبعا العمودية يعني ويكون الاتجاه المتجهة الناتج عموديا على كل منهما وعلى المستوعين الذي يقع كل منهما بمعنى أنا هنا A كروس B فمركبة الأول وهي A في المركبة العمودية للآخر وهي B في صين الثيدة لأن الصين تكون للاتجاه العمودية طبعا هنا في الأنشطة يحكي لك إذا كان المتجه يساوي 20M ويصنع الزاوية 60 في الشمال الشرقي طبعا 60 في الشمال الشرقي فمحور الثينات يكون هو الابتداء والمتجه 10M يصنع الزاوية 53 في الشمال الغربي يعني طبعا حتى أوضح لكم الأمور سيكون هنا هنا هاي عشرين المتجه إيه طبعا الزاوية هنا ستكون إيه 60 وبي الزاوية هي عبارة عن 53 في الشمال الغربي في الشمال آسف على العموم هي لن تفرق معي الزاوية فقط للتجاهات انظروا مثلا في الحال أنا سأقوم هنا في حال اثنين ايه طبعا اثنين ككمية عديدية سأتم وضحها الايه كم تساوي؟ الايه قال لي تساوي عشرين متر فاثنين في عشرين ستصبح أربعين متر طبعا الكمية العددية هي موجبة ستبقى سيبقى في نفس الاتجاه هو زاوية 60 درجة في الشمال الشرقي لكن هنا سلاب سالب ثلاثة بي إذن هنا الكمية هي كمية سالبة الكمية العددية فبالتالي أضرب ثلاثة في عشر لأن قيمة بي عشر سيصبح ثلاثين متر لكن هنا الاتجاه كان في الشمال الغربي فأضعه في الجنوب الغربي في عكس الاتجاه طبعا في نفس الزاوية وهي زاوية 53 درجة المتجاه خمسة عشر سيصبح ثلاثة في سالب عشر لكن لن يبقى في اتجاه الجنوب الغربي لماذا؟ لأنه يوجد سالب فهي سينعكس الاتجاه إلى الشمال الشرقي ولكن بنفس الزاوية وهي الزاوية ثلاثون طبعا سنكمل الشرح هنا يريد منك عزيز الطالب أن تعطي أمثلة على كمية فيزيائية متجهة ناتجة عن حاصل ضرب قياسي في كمية متجهة طبعا القوة حاصل ضرب الكتلة الكتلة كمية قياسية والتصارع كمية متجهة الإزاحة طبعا القوة كمية متجهة الإزاحة هي حاصل ضرب السرعة في الزمن الزمن كمية قياسية بينما لدي صورة كمية متجهة الآسف طبعا هذه الإزاحة السرعة والسرعة هي حاصل ضرب التصارع في الزمن طبعا هنا آسف هنا لدي في تي والتي هي عبارة عن كمية متجهة آسف قياسية بينما تصارع كمية متجهة سنبدأ الآن بشرح بطاقة رقم خمسة من بطاقات التعلم الذاتي وهي النقطة الضرب النقطي أو القياس طبعا عملية الضرب النقطي سنأخذ كوسين هنا سنأخذ دائما المركبة العمودية آسف المركبة الأفقية فيوحص الضرب مقدار إحدى المتجهين في مقدار مركبة الآخر وهو كمية قياسية فيكون ناتج عملية الضرب يساوي 0 إذا كانت متعمدة لماذا إذا كانت متعمدة لأن كوسين 90 سيساوي 0 ويكون ناتج عملية الضرب كمية دائما قياسية الضرب المقاطي ويكون ناتج عملية الضرب أكبر قيمية موجبة إذا كان في نفس الاتجاه لماذا؟ لأن ناتج زاوية في هذه الحالة ستساوي 0 ونحن نعرف أن كوسين السفر هي عبارة عن واحد وأكبر قيمة للكوسين هي الواحد وأقل قيمة ستكون هي السالب واحد في الاتجاه المتعاكس لأن عندما تكون الزاوية 180 كوسين ال180 هو عبارة عن سالب واحد فبالتالي هي ستكون أقل قيمة وأيضا القيمة السالبة فلو أتى إليك فهي سالب واحد لكن للجاوجة أقل قيمة هي السالب واحد طبعا هنا يريد منك أسئلة ويريد منك حلها يكون حصل ضرب القياسي للمتجاهين أكبر ما يمكن عندما يكون المتوازيان لماذا؟ لأن الزاوية في هذه الحالة ستكون سفر ونحن نعرف أن كوسين السفر هو واحد وأكبر قيمة في هذه الحالة سيكون لجة واحد من الأمثلة على الضرب القياسي الشغل لأن الشغل هو عبارة عن إذاحة في قوة أو الإذاحة في القوة أو المسافة في القوة طبعا يكون حاصل ضرب القياسي طبعا الشغل كمية قياسية يكون حاصل ضرب القياسي المتجاهين نصف القيمة العظمى عندما يكون الزاوية محصل ماذا يعني نصف القيمة العظمى؟ أن القيمة العظمى هي واحد أنا أعرف أن القيمة العظمى للجاولة الجهتاء هي واحد ما قيمة النصف القيمة عظمى وهي نصف لماذا؟ لماذا؟ لأن القيمة العظمى هو واحد فنصفها فيك طبعا متى ستكون الزاوية بка зато ستكون القيمة ستيتكون نصف ستعمل في الآلة الحس candles بشفت كوساين المصف ستكون زاوية ستين. يعني عدم ناتج الضرب النقطي اذا كان المتعاملين. لماذا? لان الزاوية في هذه الحالة ستكون تسعين وكوساين التسعين هو سفر. كوساين التسعين سفر. حاصل الضرب النقطي المتجد بنفسه. ربعا انت تضرب ايه? ضرب ايه? ضرب ايه? ضرب ايه? ضرب ايه? ففي هذه الحالة سيكون عندك ضد ايه? طبعا ايه سفر ايه سيكون في نفس الاتجاهة. يعني الكوساين ستكون واحد فبتال سي في سي ستكون سي تربية. يعني فضرب سي في سي في كوساين السفر. فسي في سي هو سي تربية. متجان متعاكسان. مقدارهما اربعة وخمسة. يكون حاصل ضربه المقدر. طبعا انا ساضرب اربعة. ضرب خمسة. في كوساين. المئة وتمانون. طبعا كوساين المئة وتمانون هو سالب واحد. واربعة في خمسة عشرين. فسيكون الجواب هو سالب عشرين. طبعا اه عندما يكون سرعتان متساويتان. ومتعاكستان. حاصل ضربهما هو سالب ستعاشر مثل اقول بتانية. فان مقدار محصلتهما ستكون سفر. لماذا? لانك هنا ستقوم اه بما انهما متساويتان. ومتعاكستان. وعندما يريد منك ان تأتي بالضرب اه القياسي. طبعا اه هنا يقصد في ما حصلتنا انك عندما تأتي بقيمة احدهما. اه في الاخر ستقوم بعملية جمع. بمعنى هنا ستقوم بمثلا هنا كان ثمانية اه اه او كان اربعة احدهما اربعة والاخر سالب اربعة في عملية جمعهما سيكون سفر. متجهة متساويان في نفس الاتجاه حاصل ضربهما النقطي ستة وثلاثون. يعني انا مسلا في نفس الاتجاه سيكون اه سأريكم كيف هنا مسلا ايه. طبعا في نفس الاتجاه او متساويان ايه في ايه ايه تربية. في كوساين السفر وهي واحد. كوساين السفر واحد. وحاصل ضربهما هو ستة وثلاثون. طبعا هنا واحد خلاص هل تهني منها جدر ستأتي بالجدر بالجدر ستكون الايه هي عبارة عن ستة. فحاصل محصلتهما هو يريد منك ان تجمعهما ستة ذائد ستة. سيكون اثنى عشر. بالمثل هنا في هذا السؤال سيكون اربع سالب اربعة. اه بالتالي حاصل جمعهما سيكون سفر. شكرا لحسن سماعكم ان اردتم ان نستمر في شرح هذه البطاقات تكتب لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.